محتاجين أن احنا نعرف أن احنا مش أول حاجة نعملها مع المعجباني ولا مع الملكة الرفض لأن الرفض بيزود عندهم إحساسهم بأنهم محتاجين لذة النجومية يبقى احنا عايزين نتعامل مع بعض في البيت كأحباب وحضرت النبي علمنا إزاي نتعامل مع الزوجة لما سامع السيدة عائشة بتحكي عن 11 امرأة منهم أم زرع فحكت عنها أن زوجها إيه اللي حاصل وصلها فبجحني في نفسي حتى تبجحت يعني إيه دلعة حتى تدلعت قوي معناها أنه زاد في تدلدها لحد ما اتمرأت بالتعبير بمصر كده فإيه اللي حاصل زي ما بيقولوا كده اتمرأت لكن كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه قال لها كنت ولك كأبي زرع لأم زرع يعني هدلعك يبقى ده وعد من حضرت النبي أنه هو يدلع السيدة عائشة وكان فدللها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كمان كان بيعلم الناس إزاي تتعامل مع الستات فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير وده نوع من أنواع التدليل اللي لحد لما أنجاش سمع كده قال يا رسول الله قد قلت كلمة لو سمعتها العرب لأنكرتها يعني ده تدليل أولي الستات فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلمنا أنه احنا نمدح شريك حياتنا ومش بس أن نمدحه بالإيه بالكلام فرسول الله قال لها كنت لك يا أبي زرع الأم زرع إلا أنني لا أطلقك فرسول الله لم يتدخل الكلام الحلو خالص حتى لدرجة أنه قال سألوه من أحب الناس إليك قال عائشة هو عارف أن السيدة عائشة عندها حضور لدرجة أنها بيتنكر على الصحابة وتتكلم وترد عليهم ومع ذلك ما تفهاش رسول الله صلى الله بل جعلها تتألق وجعلها تقوم بواجبها في تعليم الأمة دي أبي أنت وأم يا رسول الله فإيه اللي حاصل فما خوفهاش بل طمنها طمنها صلى الله عليه وسلم وإذا كنت لما يجي عنده حد كده لازم يطمنه يطمنه صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الأزواج أن أم يطمنه زوجاتهم وزوجات تطمن أزواجها فبكده أنتوا بتقولوا لبعض أنكم شايفين بعض فمش محتاجت حد تاني يشوفك مش محتاجين تعرضوا مواقبكم في مكان تاني لأن أنتم متشفين وفي أمان يبقى طريق التعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية وإزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصل دي صفية بن تحياي بن أخض فإن اللي حاصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لها فخذ عشان تطلع على فخذ عشان تركب الجمل ليه لأننا أمرنا أن ننزل الناس من نزلها ترجمة نانسي قنقر